في الجنة دا يوم هنعيش في الجنة ولا اضمن سمعت ولا خطر على قلب البشر مباشرة بنتوجه بالسؤال لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نقول له يا رسول الله اوصف لنا اشجار الجنة وانهار الجنة وقبل ما النبي يوصف تعالوا نقر قول المولى عز وجل في كتابه حينما يقول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ربنا اجعلنا منهم ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار يبقى تجري ايه من تحتها وفي اية تانية يقول قنائك لهم جنات وعادلين تجري من تحتهم الانهار يبقى مرة يقول تحتها ومرة يقول تحتهم كي ان المولى عز وجل بيقولك ان الانهار من تحت الجنة ومن تحت رجليك وان الانهار بتحيط بك من كل مكان والمتعة جيالك من كل مكان في الجنة لانها جنة ربنا يرزقنا اياكم واجمعنا الجنة في الجنة الايات التانية ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك على سبيل المثل بعض الانهار اللي ممكن تقول انا مش افتهاش ولا سمعت عنها لكن ممكن اتخيلها فيجبالك على صورة المثل مثل الجنة التي وعد المبتقون فيها اربع انهار كل واحد فينا ليه اربع انهار فيها انهار من ماء غير قاسم عمر ما يتغير والجميل في الموضوع جماعة ان الانهار في الدنيا لازم يكون في حفرة والمية بتجري في الحفرة ديت في الجنة غير كده في الجنة المية بتجري في غير اخدود يعني المية بتجري في الجنة على سطح الجنة على الارض نفسها ولا تتغير المية ولا تتعكر وما تدلقش اليمين ولا شمال تفضل سبتة في مكانها وبتجري في نفس المكان مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير قاسم وانهارهم من لبن لم يتغير طعمه حتى لو مر عليه مليون سنة او مليار سنة وانهارهم من خمر لذات للشاربين وانهارهم من عسل مصفة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم والجميل في الموضوع ان الانهار في الجنة المية بتاعتها بتيجي من فوق وتتفجر وتنزل على تحت زي الشلالات ويمكن اكتر منظر يؤثر في نفسنا يعني لما نجي نشوفه في الجنة او في الدنيا منظر الشلال منظر المية وهي بتنحدر من فوق لتحت ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ان في الجنة مئة درجة والحديث ده استدليل بكتير على مواقف كثيرة في الجنة ان في الجنة مئة درجة عدها الله عز وجل المجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة مات عام فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنة واوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه عرش الرحمن انهار الجنة تتفجر من فوق وتنزل على تحت زي الشلال وده منظر مؤثر جدا وجميل وممتع جدا لأهل الجنة ربنا يجمعنا في الجنة من ضمن الانهار الجميلة التي اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ان شاء الله نشوفها في الجنة الكوثر الكوثر ده نهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نهر خاص قال جل وعلا ان اعطيناك الكوثر النهر ده يا جماعة المية بتاعته نازلة من مكان لا يعلمه الا الله بتنزل تصب فين يا جماعة بتنزل تصب في حوض النبي معلود ما هواش في الجنة الحوض موجود في ارض المحشر اللي احنا ربنا ان شاء الله يجمعنا عنده يوم الايامة ونشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظم او بعدها ابدا ثم ندخل الجنة بعد ذلك مية الحض يا جماعة جاية اصلا من نهر الكوثر اللي هو نهر النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيوصف نهر الكوثر بيقول كما عنده البخاري قال بينما انا اسيره في الجنة اذ انا بنهر حافتاه من الضر المجوف الله الحافتين بتوع النهر بتوع من الضر من انواع المجوهرات والاحجار الكريمة قال من الضر المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي اعطاك الله عز وجل فاذا طيبه او طينه مثل المسك الاذفر الطين بتاع الانحود او الطيب بتاعه زي المسك الاذفر يعني ده حوض النبي وده يعني الكوثر نهر النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي بيخبر كمان ان في نهر عند باب الجنة اسمه بارق النهر ده جماعة بيكتمع عند الشهداء يوم الايامة مش يوم الايامة لا ده وهم في القبر وهم في القبر بيكتمع عند النهر ده الحديث رواه احمد بسنادين حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارك نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية الله تبدأ شيخ محمود بيتعرض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهداء سيكونون يوم القيامة او سيكونون يوم في فترة القبر في اجواف طير خضر ترد انهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي الى قناديلة معلقة في عرش الرحمن اقول لك مفيش تعارض لان قد يكون الشهداء في وقت من الاوقات على نهر بارق وفي وقت من الاوقات على انهار الجنة يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من انهار الجنة قد يكون هذا الاحتمال التاني ان الشهداء يختلفون وتختلف منازل الشهداء فهناك الشهيد الذي مات في المعركة وده اعلى درجات الشهداء وهناك الشهيد المبطول وهناك الشهيد الذي وقع تحت الهدم وهناك الشهيد المحروك او غير ذلك وهناك من دافع عن نفسي او عن مالي او عن عرضي فمات فقتل شهيدا كل هؤلاء الشهداء والشهداء تتفاوت مراتبهم ومنازلهم فقد يكون هناك من يكون على انهار الجنة وقد يكون هناك من الشهداء من يكون على نهر بارق وهكذا تختلف منازل ومراتب الشهداء وبذلك نجمع بين نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه حاجات ثانية يا جميلة في الجنة غير الأنهار وغير الأشجار وغير الحد كلها فيه عيون في الجنة عيون في الجنة مندون العيون التي اخبرنا عنها لحق جل وعلا عين تسمى الكافور وعين تانية التسمى التسنيم الحي Germani لما يشرب منها المقربون يشربوها صرف يعني اي صرف؟ يعني ما ينضف لهاش اي مادة تانية ولا اي حاجة تانية اما الابرار اذا شربوا يشربوا من الكافور او من التسنيم لكن مخلوطة بمادة تانية فمن جعل العبادة خالصة لوجه الله ولم يشوبها شائبة شرب يوم الايامة من الكافور والتسنيم صرفا لا يخلط به شيء ومن خلط العبادة يعني شوية عبادة وشوية لعب وشوية لهو وشوية صلاة وشوية لعب وهزار يدخلط له من المياه دية يوم الايامة زي ما هتخلط هنا يدخلط لك هناك وزي ما تصدق هنا تاخد الحاجة هناك صفية فضل الله قال جل وعلا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة وقال عن العين الاخرى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون يعينين جمال جدا عين اسمها الكافور وعين اسمها التسنيم المقربون يشربون منها صرفا بلا تخليط والابرار يشربون ولكن المادة تكون مخلوطة بمادة اخرى طيب ده عيون الجنة وانهار الجنة يا رسول الله ما هو الانهار والعون دي جميلة اواوي لكن ما تبقاش يعني حلوة اول الدرجات دي الا اذا كان حواليها اشجار جميلة من خلال العون دي تتسيء الاشجار ومن خلال الانهار دي تنبط الاشجار يبقى انهار واشجار يبقى عشان تكتمل الطبيعة الجميلة وديكوا شايفين احنا قاعدين في طبيعة عاملة ازاي ادي الاشجار واده المية من ورانا وفيه مية من حوالينا ايمين وشمال في اماكن تانية لكن سبحان الله المية والخضرة والواجه الحسن اللي قاعد قدامي دلوقتي الناس الافراض اللي قاعدين بيسمعوا كلام ربنا وكلام نبينا سلا سلا بذلك تكتمل السعادة لما تكونوا قاعدين قدامنا وحوالينا الاشجار وحوالينا الأنهار تشعروا بالمتعة واللزة والجمال بفضل الله أشجار الجنة ذكر أنواع جدا جدا من الأشجار الموجودة في الدنيا أيضا فيِ الجنة لكن الشتّان ما بين أشجار الدنيا وفاكهة الدنيا وما بين أشجار وفاكهة الجنة يعني على سبيل المثال ربنا بيخبر إن الجنة فيها عنب وفيها نخل وفيها رمّان وفيها نوعا من أنواع الأشجار اسمها السدّر والطلّح طب احنا عارفين العنب وعارفين النخل وعارفين الرمان لكن السدر ده ايه السدر ده شجر بيطلع حاجة اسمها النب لكن اغلب الشجر مليان شوك لكن تيجي في الجنة بقى الشجر السدر ده يبقى مليان النب لكن الشوك بتاعه اتنزع بفيه شوك طيب والطلح ده كل فيدته ان هو شجر مليان فقط ايه شوك ومليان اغصان ففايدته ان انت تقف تحت الضل بتاع الطلح فربنا سبحانه تعالى ذكر السدر وذكر الطلح ان هما من اشجار الجنة والحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله وسعه كان ليسه تمبطف في منتهى الروعة والجمال اللي في الدنيا بيقولك لما ربنا يذكر شجر السدر والطلح في قولي الجنة وعلا واصحابه اليمين ما اصحابه اليمين في صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يعني اكيد لها حاجة جميلة جدا لوليها المغزى عايزين نعرفه ونعرف لي ربنا ذكر الاشجار ديت ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب تعالوا معنا نتهنى في يومها نعيش في الجنة نحقق جنة السلام عليكم ورحمة وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا قبل الفاصل عن الاشجار اللي موجودة في الجنة المولى عز جل يقول ان للمتخين مفازة حدائق وعنابة وقال جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان وقال جل وعلا واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة حاجة عجيبة جدا جدا ان لما ربنا يذكر الفاكهة والنخل والرمان شيء طبيعي لان دي حاجات جميلة كلها لكن لما يذكر السدر والطلح السدر ده عبارة عن شجر النب وفيه شوك كتير جدا جدا يعني هينتفع به الانسان ازاي والطلح ده يا دوف فقط شجر معروف فارد الحجاز ان هو ليه يعني ظل فقط لا تنتفع الا بالظل فالإمام ابن كفير بيعلق تعاليك في منتهى الروعة والجمال بيقولك ربنا سبحانه وتعالى بينبه على القليل ويريد به الكثير وينبه على الاقل ويريد به الاعظم بمعنى ايه بمعنى اديك مسال من الدنيا كده لما اجا اقولك ايه تخيل حضرتك ان الفول وطبعا انتعرفين الفول عندنا في مصر فارد عين فبقولك تخيل ان الفول فيه ما شاء الله سبعين فائدة للجسم تقول ياه كل ده في الفول امالي اللحمة يبقى فيها ايه فانا بقولك على القليل وتاخد منه ايه ان الحاجات التانية الاكبر اكيد فيها حاجات اعظم من كده فلما ربنا ينبه على ان السدر السدر ده شجر ينبه وفيه شوق كتير جدا جدا لما يكون في الجنة الشوق بتاعه مقطوع والطلح نفس الحكاية برضو ما فوش اي شك ولا اذى وبيتفتق عن كل ثمرة من ثمرات السدر او الطلح سبعين نوع من الطعام الجميل في الجنة كأنه يقول لك فما ظنك بالنخير والرمان والفكهة والطفاع الى غير ذلك والعنب كأنه بيقول لك اذا كان دوت هيطلع من كل ثمرة سبعين نوع من انواع الاكل الجميل او الطعام الجميل فما ظنك باللي اصلا كتف الدنيا كلها فكهة جميلة وحلوة هيكون شكلها ايه في الجنة سبحان الله والفكهة في الجنة كتيرة لا تنقضي ولا تنتهي ومن كثرتها الانسان ببقى محتر يكل ايه ولا ايه قال جل وعلا يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وقال جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان وقال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون اللي انت عايزه اعود ده انا زي ما انت عايز كل شوية طفاح وشوية عنب وشوية رمان وماشاء الله وهتلاقي انك فواكه اصلا لا سمعت عنها ولا شفتها ولا خطرت على قلبك ابدا بفضل الله سبحانه تعالى الجميل في الموضوع ان الاشجار اللي انت هتشوفها في الجنة وربنا يا رب يجمعها في الجنة الاشجار دي يا جماعة مش بقى الليها فصل الشتاء وفصل الصيف وده بيطلع في الخريف وده بيطلع في الربيع هناك مفيش اصلا لشمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا فصول فبالتالي الفكهة موجودة على طول لا تنتهي ابدا قال جل وعلا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال جل وعلا اكلها دائم وظلها الاكل بتاعها دائم على طول لا ينتهي وكذلك الظل لا ينتهي ابدا من تلك الاشجار والجميل في الموضوع ان الفكهة قريبة قال جل وعلا وجن الجنتين دان وقال جل وعلا قطوفها دانية قريبة انت هستكل اين تفاح تبص على التفاح كده على الشجرة ولسه هتمد يدك تنزلك التفاح لحد عندك وتقول لك يا ولي الله لقد سخرني الله من اجلك انت متدامش نفسك انت هنا باشا ويكفيك انك تعرف ان العنقود الواحد من العنب في الجنة لو اجتمع عليه اهل السماوات والارض في الدنيا ما استطاعوا ان يكملون ايه الدليل على كده؟ حديث جميل جدا دلواه مسلم في قصة الكسوف في حديثة الكسوف كسوف الشمس لما قام النبي صلي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر او العصر فأبي بن كعب يقول له يا رسول الله رأيناك الصناعة شيئا ما صنعته قبل ذلك ايه اللي عمله النبي على السلام؟ النبي هو بيصلي لبونه الظهر او العصر فجأة تقدم كده هو في اسناء الصلاة تقدم عشان يأخذ شيء وبعمل مرة واحدة راح راجع قالوا له يا رسول الله عمرك ما عملتك كده رأيناك فعلت شيئا ما فعلته قبل ذلك قال لقد رأيت الجنة بين عيني بلوم شفت الجنة عرضت علي الجنة بما فيها من الظهرة والنضرة قال فتناولت منها قطفا من العنب لآتيكم به قال فحيل بيني وبينه حبيت أخد كده قطف من العنب كده أجبه لكم فحيل بيني وبين العنب خد بالك قال فلو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا بقولهم لو جبت لكم بس عن قود عينب واحد من اللي في الجنة اللي أنا شفته دلوقتي لكان كل من في الأرض ومن في السموات يكلوا منه ولا ينقصون منه شيئا بفضل الله وده عن قود عينب بس يا جماعة فما ظنكم بشجرة العنب عملة ازاي ولا شجرة التفاح فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر العجيب في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا برضو بعض الأشجار في الجنة بأوصف قمة في الجمال بس بعد ما تصل على الحبيب بقول حليم الوصف الأولاتي ان النبي بيقول لنا ان جماعة مفيش ولا شجرة في الجنة ولا شجرة لم يستفن النبي شيئا مفيش ولا شجرة في الجنة إلا والصاق بتاعتها كلها من الذهب الحمد الالله مفيش بقى لصوص يعني الشجرة الساق بتاعتها كلها من الذهب أي نعم قال صلى الله عليه وعلى الحديث اللي هو ال lilعم con termicyy 박سنا صحيح ما من شجرة إلا وصاقها من الذهب ما فيش ولا شجرة في الجنة إلا وصاق بتاعتها كلها من الذهب الخالص الحاجة الثانية في شجر الظل بتاعه شوف إحنا عاديين دلوقتي في ظل الشجر الجميل اللي عاديين جنبها دي الظل دوت لو إنت راكب فرس الآن والشجرة اللي إحنا عاديين جنبها دي تحبيت تخرج من الظل تخرج في قد إيه فأقل من ثلاث ثواني لا ده النبي بيقول لك تركب فرس وتجري تحت ظل الشجرة في الجنة لحد ما تخرج من الحتة دي حدا ما توصل لأول أطراف الشمس هنا كده شفا ديه قال لك تجري تحتها مئة سنة ما تخرجش من تحت الظل يبقى الشجرة دي قد إيه ودي شجرة واحدة من أشجار حضرتك في الجنة والله العظيم يا جماعة أنا وأنا بوصف الجنة أقسم بالله يا كاد عقلي يطيش والله العظيم أكاد إن أنا أجن وأنا عمال بتكلم عن الجنة شجرة واحدة من أشجار حضرتك ممكن تغرسها وإحنا عدين دلوقتي تتيجي إلاك تغرس نخلة تعالى أغرس نخلة قلت سبحان الله العظيم وبحمدي قلت أهو تغرس لحضرتك دلوقتي نخلة في الجنة وتغرس لحضرتك نخلة في الجنة النخلة دي أو الشجرة دي لو جريته بالفرس السريعة تحت الظل بتاعها مئة سنة لا تقطعوها إيه الدليل حديث روى مسلم أنا مالوش كلام لعندي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطعوها يعني بعد مئة سنة كمان ما يوصلش حتى إيه لطرف الظل بتاع تلك الشجرة فيه كمان من ضمن الأشجار اللي نبي وصفها لنا شجرة اسمها طوبة حديث روى أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طوبة لمن رآني وآمن بي والله العظيم دي أجمل بشرة يا جماعة طوبة لمن رآني وآمن بي دول مين دول الصحابة قال وطوبة ثم طوبة ثم طوبة كده كم مرة تلات رواية تانية بيقول وطوبة سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني اللي هو أنا وانتم اللي هو إحنا اللي إحنا مش شفناش النبي وآمننا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة وما طوبة يا رسول الله قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام تجري في الظل بتاعها مئة سنة خد بقى لك بقى ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها شجرة طوبة حضرتك النبي دعالك اللي يبقى لك شجرة طوبة في الجنة اللي آمنت من النبي وما شفتش نبع السلام اللي بيقول لك شجرة يسير راكب مصنع تحت ظلها مئة عام وتخرج ثياب الجنة من أكمام تلك الشجرة من ضمن الأشجار اللي وصفانا نبع السلام صدرة المنتهى اللي هي عند جنة المقوى اللي الصدرة اللي النبي شاف فيها سيدنا جبريل على صورته الملائكية الحقيقية عند صدرة المنتهى ولقد رآه نزلاتا أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المقوى وصفانا نبع السلام وقال رفعت لي صدرة المنتهى فإذا نبقوها الثمر بتاعها مثل قلال هجر وإذا ورقوها مثل آزان الفيلة ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد رايحان الجنة اللي هو الحناء لكن في عجالة سريعة كيف يستزيد المؤمن من شجر الجنة إزاي نغرس الشجر الجنة بحاجتين رقم واحد يا جماعة أن تقول سبحان الله العظيم وبحمدي إذ غرسلك نخلة في الجنة وفي حديث ثاني جميل جدا رواه التلمذية بسنات حسن أن النبي لما قابل سيدنا إبراهيم في ليلة الأسراء والمعراج سيدنا إبراهيم قال أقرأ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة تطرب وأنها قيعان وأنها كذا 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 وقعد يوصف ثم قال وأخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتروا من غراس الجنة قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقولوا سبحان الله العظيم وبحمدي دي كانت همسة بسيطة عن أنهار الجنة وعن أشجار الجنة ربنا يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت ظلال أشجار الجنة وعلى أطراف أنهار الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في ظلال الجنة وفي أنهار الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى ريه وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته